مولي يا شهرباز أما أنا الأوان يا مولي أن أقوم ولو وان أور وأروح يا ملك الزمان واخد شاور هل جننت يا شهرباب هل جفن أبعو الكلام والحكايات يا مصرور أربوك يا مولي أتوسل إليك يا مولي Game over انتهى الكلام يا مصرور نعم أؤمر سلن سيوفك ورحب اليوم برجع بضيوفك بمين؟ برجع بالضيوفك يا أمو أبقى أنت بؤسني بسنوفة كل يوم تبعاتني ولما عفل السيف ولا بتعمل حاجة فاويو سيدات إزاي عبد السود زيك بيتطاول علي أيوة يا مولاي ما بتطاولش بس بقولك الصراحة يعني على الألحال القرشين اللي أنا بخدهم منك واللي عزنا بقى منافق زي الباقيين أنا خايف بصراحة ما يعني تقل في نظرها وما تستعنقش مصرور مصرور انت شايف كده؟ شور حبيبك ابن سوق وانت فاهم النسوان بتحب الشدية شد شوية حاضر فعايز أطلب منك طلب بقى بصراحة فاضر أبوس إيدك نام انت مرمضت كل اللي شغالين في القصر معاك أهو ده اللي مش ممكن أبداً 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 ليه إن شاء الله ولازم حدودت قابل النوم تعال بس يا مولاي ده الوقت ميدو بنختي في نص الرضع بيشخر في حيوض نامه اسمع كلامي انا عايز أكلمك كلمتين من القلب للقلب خد دعمك مولاي أقمر تمالك شكلك ماموم ليه كده فارفش فارف محاكسة جايف؟ أه ولع ولع مولاي خير ما شايفك مش مبسوط من الصبح وقلت ان انت هتقعد وتحكيلي خير يا حبيب أقمر انت عارف أنا بحبك قد إيه عشان كده حقولك على سر والسر ده مفيش حد في الكون يا عراف فإنه حيندفن معايا والتاريخ مش هيذكره بني ادي قتلت العمر توغشتني خير يا مولاي سرك في بير أنا مش صهران كل ليلة عشان أسمع حوادين شعر باف لا لا أبداً دي كلها مجرد حركات حركات عندك حق يا مولاي أنا سعاد بصراحة كده بلم مع أكر بسمع الحواديد حاجة نفخي التنين بصراحة براف عليك زي ما قلت نفخي التنين ما المعزبنا معاك ليه يا مولاي مولاي بيتحكي له حدوتة كله انتباء وفاكهة ومصريف ليه ده كله لا تظلمني لا تظلمني يا مصرور فأنا مريض ومرضي غير عادي بساتي يا رب منيش فيك خير يا مولاي قلقتيني بجد أنا عندي عندي تبول لا إرادي بساتي يا رب لازم تقولها باللغة العربية ما تقول بأعملها على روح يا مولاي عادي حقك ودي مشكلة افرش مش همع ويسرير سريرك محاديش أحس بحاجة صدقني مفيش طريق للحفظات إلا وسلكتوا تب بقولك يا مولاي في حد من الهاوس كيبنج اللي في القصر شم خبر بالموضوع ده عشان يبقى شكلك وعش قوي اتنين اتنين عرفتوهم شموا خلصت عليهم بإيدي لأنهم لسنوا علي بالكلام وقالوا أشياء فظيعة بعدين يا ويل اللي شم وما يكتمش لا ده لازم يكتم ده كفايا الوش ده فالنور ده الرعب ده لازم يكتم يا مولاي مش محتاج أقولك إن أنا بتاعك سرّك في بير أنا اللي حزز في نفسي يا مصرور إنه البنت شهربات سي ما تكون يعني مستصغراتي مستصغراتي إيه ومسك عليك زل الشكلة مسك عليك زل أنا بقرف عينك كل حاجة زيبك منها تتقتل في السرير أنا عايزة كتنة تتقسم وإنسا الموضوع ده حق أنت بتعمل كم مرة على روحك من غير ما تقسم يعني عشرة خمستاشر كتير قوي إيه ده خزامة يا مولاي طبعا بالإيه؟ كتير كتير حللت سكر؟ حللت ولك إيه؟ مفيش حاجة ده نصيبة لأ أنا معاك ما تقلقش أنا هجي كل شوية بالليلة صحيكت وقمت زبط نفسك وتنام عادي ولا كأن في حاجة من غير حفظاتي؟ ولا حفظاتي لكلام الفاضي بعيد ده على بس نبدأ من دلوقتي تهروح الحمام خش كده أول مرة وهتبقى زي الفل ما تقلقش يا رجل هات حلبة السجارة اللي معاكم نبقى هات حلبة السجارة مولي والله وأنا كان نبسي بفروسة زي دي يعني إيه لا حد دي هيلة أنا مش بقول كده عشان لأنا سمعته ولا تكون باشتغلك ولا باستغلك ده أنا خدامك يالله عايز حاجة مني؟ لا سلامتك أروح أنا زبط الأصل أشوف لأكون حدي بيرجي ولا حاجة سرعة يا مصرور أمرك رسي دي أمرك رسي قص بقى يا مولاتي للآخر كده اقسم بالله لو عيرتي مولاي باللّ انت فهماه لخلّك قسرين تلم لحمك وأنا اشتكيت ماانا صهرانة آهينا إيه 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 إنت متعاهدها مولانا يا مهارة زرق لما الملك يبكي الرعيب يعني ايه أمو ليش هرباز عملش هرباز سوى وقصص وأساطير لا بوس إيدك أنا عبي صحيح بس قلبي ضعيف وإنه بمتعاهد بقى يلا حكي له حدود هو ناعد معك اهو جرى ايه مسرور ما انت شايفني قادة بسقط قدامك اهو يا بتي مش عايزه ينام ده لو نام هيضيع هيبت الدولة خلاص يلا ما ايضارل انت شهرباب زوجتي حبيبتي عشيقتي فلدة كبدي ما وحشت كيشي انت مكسوفة يا روح قلبي يا شرصورة يا أمورة بالله عليك تقليلي ما وحشت كيشي فيه ايه يا مولانا فيه دكرة قاعد معاك وايه الجو ده مش لذيذة يعني وفيه طووس فيه دوش حواليك واحدة واحدة ايه جرى ايه يا مسرور وايه انا قلت حاجة وحشة انا بسألها سؤال بريء ما وحشت كيشي ما وحشت كيشي ايه وفيه ملك قول ما وحشت كيش انت ملك ممحرم بي يا عم يا عم احنا كلنا عبيدة عندك تحس بذاتك وبنفسك بقى يا مولانا ايه حكي يا بنتي كان يا مكان يا روح فيه سلف العصر والقواني طبعا كان فيه انسان غير اي انسان كان اسمه اسمه ايه الشاطر مسرور انت صرحتي ليه وعكون فيه حاجة بتحسن لا بفكر افكر براحتفق بس ايه وعن تفاهمني يا يلا كميل يا حال ولا ان كان بيطير كان بيساعد الفقير كان بيجيب لقريبه العيش ولا كان مولانا هتنزل تجرب الحصنين اللي جبناهم للجداد فيه حصنين كده وصالين ايه وخيل ايه انت سلجربه وميسمع كلامه يا راجل اسمع كلام الحصنين هيعجبوك مسرور لو ميش طب قولك ايه ايه ممكن تزود السبرتو بتاع النار بس زودوا السبرتو يا جباة انت هتخل ايه لنا ناس وحلة في الخلوة دي سيح دي بس ايه دي الراجل قاعد بتتجننتي ولا ايه يعني اي حركة حاجة الموضوع لو صرحت كتير مع الدفا بقى انت فيها ممكن يحصل ايه اسمع كلام انما حلمس يدها واشمشم خديها ولا تشمشم خديها ولا تمسك ايديها مش عايزيه كلام فاضي وقلت ادب لو تكرمت انا برضو راجل بفهم في الاسول اتفضلي خلصينا خلصينا احكي له الحدوتة الدولة مش نقصة فضايح اتفضلي ترجمة نانسي قنقر ، . . . . . . . . ريح بقى ايه ريح بقى واحد قجهد قجهد اه اوي سحنا ما تعرفناش اسم الجميل ايه شاديا اهلا عنا سهلا شاديا اهلا عنا سهلا بسوطة شاديا بسوطة اوي تمام 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 بقولك يا شاديا يعني بصراحة جدي اه انا وانا طير كده لقيتك قفشة في سقف العمارة كنت بتعمل ايه؟ معمش حاجة يعني كنت عايزة تنتحري ولا سوري يعني حراميض غسيل ولا ايه النظام؟ ان انا عمي بعمل حاجة يعني عادي ان انت تبي مش علاقة على سقف عمارة كده؟ انا مال انا مش عايز احراج ان قلت يعني اندرتش مع بعض معمش حاجة ما فيهاش حاجة ما فيهاش حاجة تس انبسطتلي في الرحلة؟ بجد كت حلوة اوك تبتحب سوبرمان اصلا؟ ده انا باموت فيك ربنا يخليك الحمد لله يعني بص حب الناس ده نعمة من ربنا ده كل اسحابي بموتوا فيك سلميلي عليهم واحدة واحدة ساحبتي كلهم نفسهم نطيروك ان شاء الله ان شاء الله ااجي في يوم كده في شام النسيمة ولا حاجة اخدك واطير بيك وكلكو هيبقى يوم جميل بأمر الله اهلا نسهلا يا شهد اهلا نسهلا بقولك ايه معاك سجارة؟ سجارة ايه بنتي المجهود الفضيع اللي انا بعمله ده انت عايز انا شحر سجارة ايه؟ طيب ما تشغلينا حاجة نسمحها كده هو انت ركبة ميني باص فيها شادية مفروض تقدري اللحظة التاريخية اللي انت فيها مفيش ولا واحدة في العالم ركبت على ظهر السوبر قبل كده لازم تقسب اهمية الموقف بقولك ايه انت لوك 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 كده عن صادي زهقتين يا اخي انا لزهاتك برضو وايه لوك لوك واللغة دي انت خبيجة ايه؟ تبلوم والنبي اه حلو 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 لا بس قلت يعني ايه نرايح شوية ونتعرف على بعض وبعد كده ان شاء الله الوجوه تتقابل بإذن الله بإذن الله طيب حكيلي بقى ايه؟ سوبرمان وطير هنا ومن بلد لبلد وفي السماء مش بتحب مش متجوز ما عندكش صاحبتك انا عايز اقولك ان انا محروم من كل الحاجات للشباب اللي في سني بيعيشوها معقولة؟ اهو بطبع طبعا انا حكايتي غريبة قوي 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 حكيلي انا شاب ست عادي ابوي يا الله يرحمه مات وسبلي اربع بنات في رقابة اخواتي وكنت في تلت عديدي طريت اخرج من المدرسة واشيل المسئولية الحمد لله جوزت تلاتة وفاضل الشماء قدي كده عندها 12 سنة ان شاء الله قريب بإذن الله يا عيني ها لازم اجري على اخواتي وما لا سيبهم يتنهلوا في الشوارع بس فاعملوني بقى سوبرمان سوبرمان الناس سوبرمان راح سوبرمان جي وكل الناس يعني كل ده قوامتك انا عايز اقولك ان انا مش حقيقي انا باختصار حياتي عبارة عن جرافيك في الجرافيك كل ده بيجبوني في الاستوديو قاعد على الخشب شغل المروح عشان اعمل هوا كده انت كده طاير اعمل كده انت كده طاير على ظهرك اعمل كده وبترزق الحمد لله مش لكن انا مش حقيقي يعني انا اسف ان انا بازدمك فاهماني الاطفال الصغيرين صعبانين علي بس المدوء كله جرافيك يعني شايف المناظر اللي وران دي كل ده مش حقيقي فيش حاجة حقيقي طبعا طبعا ولا انا ببص على حاجة ولا الكلام ده بس اقول الحمد لله ماشي ماشي لا صعبت علي يا بجد بنا خليك اش لا الحمد لله يعني انا راضي بقى ديبني وبينك زي ما بتقولي يا حبة ارتبت بمين يعني ارتبت بنيت انا الراجل طول النهار طاير في حتي عرفت واحدة قبل كده شهرين فجأة طيرت نسيت الولادي كدفين عشان ارجع عليها مدووش مدووش سواح اعمل ايه نصيب كده طبعا تاخدني يا بجد هامر ماتك باعي انا مش باق ما بسبتش في بلد ثانية واحدة عشانيا تصدقيني انا راضي يا ستي والله انت بيت زي الفل وزي الامر واي حد يتمناكي بس انا مش موجود يعني يعني مش هتشوفيني مش هتشوفي جوزك فهامر حسنك لغاية ما تيجي تلفلف بيا لفلوفة كده وترجعني انت زهقتيني ايه وبانا عليك كتافة لفلوفة ايه بقولك انا مش ثابت في حتة ماتكو مقونيش بقى شادية واديني وحيات ربنا اسماعاليا اسماعاليا او عندي خلطي اوديك عندي خلطي كوانا تكسابت انت مجنونة في ايه اغزها شوية بس خلطي دي مجننينة مجننينة تبقى عليك انت اللي مش مزوطة بص يا شادية اعزمك على حاجة كده بسيطة ايه انا عشان تبقى ذكرى من شكل الجعانة بقولك ايه عشان انا عندي كذا مشوار ايه رايك بقى ننزل للناس اللي تحت ايه الخانة وعايز ليفي ايه وانا عاجلة ايه شادية في ايه ما خلصنا خلاص فساحتك وحكيتلك حكايتي لازم انزل دي اخدني انا كويسة شادية انا يا بدخني ما تزهقنيش اخدي كتير بيك وارميك على اي جبل انزلي بكرامتك بقى يلا مرة تانى معنا اخد تليفونات بعض اي حاجة سوبر هتلينا عندك انا بفيك شوية طب اسمعاليا خمس دقيق كده ايه موضوع اسمعاليا دي يا بنت وانا بجو انا مسرور بلغني ايها الملك الطيور ان المطلوق تلخص في الملخص عشان وراي ميتي اخرنا يوبين يدو يومين يا مسرور مسرور معايد يا مسرور موسيقى 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 يا خيهور انا اه عبد المقمور انما كده اوبر دابا ينو ملك مغمور دابا ينو ملك مغمور زهقني خل إلا بقالك كم سنة يا عم خلص ولا هي سهتنى زهقني خل إلا بقالك كم سنة يا عم خلص ولا هي سهتنى بتكلفتك وتثبتك والقلب قد والشهر زال أصبح شهور وفضحتك المهببة هتعيش ظهور وظهور وظهور مصرور مصرور يا خيغور يا خيغور أنا اللي نكمي سطع ولا شغلة ولا مشغلة وزي قرد قطع صدت بسببك يلا أنا اللي نكمي سطع ولا شغلة ولا مشغلة وزي قرد قطع صدت بسببك يلا حل اللي ضاب مرتبي لضرب بسيفي وشبشي بي حل اللي ضاب مرتبي لضرب بسيفي وشبشي بي لا هيكي واطلع واطل صدت وصرف وصور يا خيغور يا خيغور وبلها مصرور 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 اشتركوا في القناة